الست دي دينا الجندي دي من خمس ست سنين او اكتر كانت عاملة تقرير وقفة في الصحراء بقول لها دينا انت فين قالتلي يا استاذ عامرة انا انا وقفة في العاصمة الادارات الجديدة تلقى دينا يعني ده على الهوى يعني ما تقولناش كلام الناس هتضحك علينا قالت ليه هتبقى هنا يعني هي في المكان ده هوا كانت هوا عارفين هوا يعني ايه يعني تراب ورمله اللي احنا شايفينه ده غير طبيعي وغير عادي هذا الانجاز غير طبيعي وغير عادي الكلام ده احنا حضرناه يعني ما ظنش انه حد فيكم احضرش الفكرة من الاول انه حيبا فيه عاصمة ادارية عشان تقال انها فانكوش ومش هتعرفوا تكملوها والفلوس خلصت ومعندكمش مش عارف ايه ولاا ده كان فيه ناس دخلت ومشت وفيه ناس انتسحبت وعمرها ما حتكمل وحتوصلوا لها مية ازاي كل الحاجات مدراسة تكسير المأديف ده تكسر مأديف يعني انما العاصمة الادارية دي قدرت انها تقول ها انا ده ها انا ده احدث انفرستركتر احدث بنية اساسية لو تشوف البرلمان اللي وقف فيه دينا لو تشوف الاوبرا جديدة لو تشوف الجوامع لو تشوف الكنايس لو تشوف الشوارع لو تشوف النهر الاخضر الطريق الاخضر كل هذه الاشياء اللي موجودة البرج الايقوني كل اللي بيجرى ده وخلاص انت قاب قوسين او ادنى وفي الغالب انت قادنا انه الناس تنتقل الى هذا المكان ويبدأ العمل ويبدأ التشغيل حاجة محترمة حاجة جميلة حاجة جيدة فعلا ما كناش مصدقين ده هيحصل ما كناش مصدقين انه هيبقى بالجمال ده ما كناش مصدقين انه بالسرعة دي على فاكرة يوم ما اتقال ان العاصمة الادارية دي هتعمل وهذا مخطط طبعا موجود كانوا بيتكلموا على عشرين سنة خمسة عشرين سنة لانه فيها مراحل كتيرة يعني ما نراه الان هي المراحل الاولى ده انت لسه هتشوف اشياء كثيرة جدا جوه هذا المكان وطبعا اكم من شركات اشتغلت واكم من موظفين وعمال ومهندسين وحديد واسمنتو تدوير للاقتصاد عاصمة ادارية دي دورت الاقتصاد حكاية مفرحة بجد حكاية مفرحة بجد